و اخيرا الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر بيان اعتذار للشعب المصري للجماهير المصرية بيان اعتذار تأخر كثيرا تقولي كثيرا احنا خسرين يومي الحد اه في حد بالليل ممكن نطلع فيه بيان اعتذار عادي كان فيه الاتنين السبح اتنين بالليل كان عندنا تلاتة السبح تلات بالليل و سنة لحد الاربع عشان ببساطة شديدة نعتذر للجمهور ما نقولوش احنا خدنا قرارات يعني بس نعتذر كان فيه مشكلة يعني لو اعتذرنا من بدري طبيعي يعني الشعور الانساني الطبيعي يعني خاصة لو انت اسأت الجمهور كرة القدم المصرية بادارة خاطئة بس مش اهو بيان اعتذار حلم اللي مش حلم مضمون البيان مضمون بيان الاعتذار اللي بيطلع منه اتحاد الكرة انه بيقول انا ما عنديش اي اخطاء انا ما عنديش اي مشاكل بس بعتذر للجمهور يلا كده و كده و كده و كده عشان بس ما حدش يقول لي ايه انت ما بتعتذرش لي قادر بعتذر اهو خلاص كده و كده و كده و كده لكنها ما عنديش مشكلة يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار الى الجماهير المصرية العظيمة حلو على ما قدمه المنتخب المصري الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الامم الافريقية الفين تلاتة و عشرين المقامة بكده و كده ور و عدم تحقيق طموح الجماهير المصرية و اهداف ركز معايا و اهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبيت جميع المتطلبات و توفير كل السبل الخاصة لاعداد المنتخب قبل و اثناء البطولة ركز معايا هنرجع للفقرة دي باشد دي اهم واحدة فيه كما يتقدم المجلس بالشكر و التقديل للدكتور اشرف صبحي و وزير الشباب و رياضة ممثلا عن الدولة و القيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور و الاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهود بالمنتخبات الوطنية منذ خدوم المجلس الحالي و اذي يؤكد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم على انه جزء من نسيج الشعب المصري و يشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية يا سلام دي من عندي انا مش في البيان فان المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الاحد الموافق 4-2-2024 لدراسة التقارير الفنية و الطبية و الادارية و تقرير رئيس البيعثة و المشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة و لن يدخل الاتحاد يا سلام اي جهد او فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن و مناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة يا سلام يا سلام دي من عندي برضه ده البيان بصي هو قالك ايه قالك احنا عملنا كل حاجة عملنا الدور المنوض ان احنا نعمله و لبينا كل الرهبات و عملنا المنتخب عايزو وساعدنا المنتخب و احنا ما اصرناش في حاجة اه دي بقى اصل الحكاية دي اصل الحكاية والمصيبة ان الاتحاد ده واللي قبله و اللي قبله و اللي قبله و اللي قبله و اللي قبله و مش فاهمينها يا سيدي والله الكرى ف مصر ما هي منتخب و مدرب انت عملت ايه النهاردة كاتحاد كورة قلت ايه احنا مش غلطانين يا جماعة ده المدرب واللعيبة بقى هم اللي عندهم المشكلة مش احنا خالص يا سلام احنا بنلف في نفس الدائرة انت بكر هتمشيلي روي فيتوريا هتجيب واحد تاني كده اتخذت الكهارات السليمة العظيمة ما فيها من الهات زي والله ما هي دي الحكاية انت كاتحاد كورة لا بتهتم من قطاعات نشيئين لا بتهتم من منتخبات نشيئين لا بترقب على اندية لا بتساعد على احتراف اللاعبين للخارج لا بتعمل مسابقات نشيئين كويسة ما بتهتم شحها خالص خالص ودي بقى حكاية تانية يا جماعة احنا بيتضحك علينا احنا الجمهور احنا المتابعين اللي بنحب منتخب بلدنا طول الوقت بيتضحك علينا ازاي بص يا جماعة احنا نهدي الجمهور بقى شوية نهديهم نهديهم ماشي في دوريا ماشي في دوريا هات مدرب مصري ماشي من ايام الكابتن محمود الجهري ماشي كابتن محمود الجهري هات مدرب اجنبي ماشي المدرب اجنبي طب هتلوم بقى مدرب مصري تاني عشان المدرب الوطني هو اللي بينفع مع المنتخبات ماشي المدرب الوطني هتلوم مدرب اجنبي عشان المدرب الاجنبي هو بس اللي ينفع مع المنتخبات مش المدرب المصري عشان الضغوط يجي الأجنبي ماشي بقى على الكونورية عجيب بقى مدارب مصري أنا يا جماعة نجحاتنا كلها مع مدارب مصري يمشي مدارب مصري أجماعة اللعيبة كبيرة دلوقتي ما تستحملش مدارب مصري ومش هيعرف يتعامل معاه هات مدارب أجنبي نفضل نرف نفس الدائرة دي ويتوهونا لا مش هيضحك علينا تاني بقى وكفاية آه كلنا متضايقين جدا 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 من روي بيتوريا روي بيتوريا صدمنا جميعا في كاس الوامر الأفريقية وقد أداء في منتهى السوق ويتحمل أولا النتائج اللي عملتها أو عملها المنتخب المصري في كاس الوامر الأفريقية خلاص حد ده على جم بس واحدة واحدة بقى واحدة واحدة يا جماعة عشانا بسمع كلام دلوقتي يقول لك إيه يقول لك في البيان هات البيان تاني عشان أقول لك الكلمة المستفزة جدا مستفزة والله يقول لك في البيان وعدم تحقيق طموحات الجماهير المصرية وأهداف وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم دي حضرتك ما حطتهاش ليه في العقد بتاع روي بيتوريا اللي قلت له فيها إن احنا عايزينك توصل لكاس العالم ما قلت لهش فيها إنك عايز تكسب كاس الوامر الأفريقية إنك تحقق نتائج كويسة في كاس الوامر الأفريقية ما عملتش كده ليه في العقد بتاعكال له سكروش اللي قابله ما أقال سكروش برضو لو تفتاكوا لما تلاها قال لك مش كاس الأمم اللي أنا بضور عليها لما أدور لنا وصل لكاس العالم فاكر طب ما هي لو أهداف للاتحاد المصري لكورة القدم وأهداف للجامهين المصريية حدودك حطها في عقد أي مدير فني ما بتحطهاش لي طب أنا دلوقتي لما روح لي بيتوريا أقول له لو سمحت أنت ما عملتش أهداف اتحاد الكورة المصري والجامهين المصريية هيقول لك اللي هي إيه دا العقد مكتوب في كاس عالم لما ما وصلتش كاس عالم بتعلا تكلم معايا حقه ولا مش حقه احنا ليه كل لنا تفاجئنا يا جماعة بلاش هو احنا و احنا بنعمل عقد مع روح لي بيتوريا أربع سنين واسقين إنه هيكسب كاس الأمم الأفريقية ما قلن الأربع سنين دول فيهم كاس الأمم الأفريقية ما دول نخرج بقى دول أول نخرج 16 نخرج سيمي فاينال فاينال ما فيش حاجة مضمونة في الكورة خالص وقادينا شايفين اهو وفي بطرات أوروبية وكاس عالم يعموا منتخبات كبيرة تلقت حتى من دول الأول صح؟ فمش حاجة مضمونة خالص إحنا اللقتي متفاجئين كلنا إلحق روح لي بيتوريا ما عملش أهدفنا اللي هي إيه كاس الأمم الأفريقية فينها في العقد حاجة تجنن يعني اللقتي الأحاد نفسي ما كان روح لي بيتوريا الراجل اللي ما نجحش خالص في كاس الأمم الأفريقية وكان السبب أول عشان برضو بكرر أنا مش بدافع عنه بس أنا بحطي نفسي ما كان روح لي بيتوريا هم الناس من دايق مني ليه؟ هم الناس زعين مني ليه؟ هم الجمهور زعين مني ليه؟ والتحاد الكورة زعين مني ليه؟ وإلو عالت صفات كاس العالم أنا عارف إن إحنا نوصل لكاس العالم هو ممكن يقول إن في نفس فكرة نفسه كده فما دي الأهداف اللي مطلوبة مني وما أنتوا بتبدوا معي قطولي ليه عايزين مشروع أربع سنين وما أنتوا ليه عايزين الهدف الأساسي كاس العالم صح والغلط إحنا من دين أصلا غلط